فدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالية عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا حيث وصل العدد إلى أكثر من 141 مليون إصابة وإجمالية الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفات تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 560 ألف حالة وفات تلت أمريكا لبرزيل من حيث عدد الوفيات بنحو 375 ألف حالة وفات في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات وصل إلى أكثر من 212 ألف وفات أما الهند التي فرضت إغلاقا لمدة أسبوع لاحتواء الارتفاع في عدد الإصابات الذي وصل إلى 15 مليون حالة في المرتبة الخامسة بريطانيا سجلت نحو 128 ألف وفات أما بالنسبة لروسيا التي تهمت مؤخرة ملتهمت الغرب بتحييد نجاح لقاحها سبوتنيك 7 سجلت حتى الآن أكثر من 100 ألف حالة وفات